سأخير على حضراتكم خلينا متفقين وبعيدا عن مواجهة سيمبا كل مباراة هيلعبها النادي الأهلي في مشواره الحالي في نسخة سنة دي من دوري أبطال أفريقيا هي مباراة مهمة وصعبة بصرف النظر على عن إذا كانت في دوري المجموعات أو في النوكاوتس بعد كده إن شاء الله لما الأهلي يتأهل وإن شاء الله بإذن الله إحنا واسقين في رجالة الأهلي لكن ماتش سيمبا تحديدا ومواجهة سيمبا مهمة وغمضة وصعبة في نفس الوقت ليه؟ هنتكلم مع حضراتكم ونحاول نقدم لحضراتكم زي ما قلت لكم عنوان الحلقة نهاردة سيمبا كتاب مفتوح سيمبا بالأرقام سيمبا وتحليل أداء للفريق خلييني أقول في نسخته الجديد لأنه سيمبا اللي احنا نعرفه يختلف أعتقد بشكل كبير جدا عن سيمبا اللي هيوجه الأهلي كمان 48 ساعة بشرفنا دكتور أحمد سابت محل أداء رقمي ضيف علينا في السادسة مساء خير يا دكتور أحمد وأهلا وسهلا مساء النور وأهلا وسهلا بحضراتك ودائما مطلق شكرا خليني بس قبل ما أدخل في الأهلي وسيمبا عايزة أسمع وجهة نظرك في قصة أنه كنت أكلم مع جمهور النادي الأهلي في بداية الحلقة على أنه المطش ده مهم قوي بالنسبة لنا طبعا مع الثلاث نقط ومع صدارة المجموعة ودي حاجات مهمة جدا بالنسبة للأهلي نحاق في مواجهة سيمبا لكن كمان أنا الحقيقة بالنسبة لي ده ترمومتر ده مقياس يقيس عامل متغير مستني أشوفه أو أرصده في مباراة سيمبا من رجالة الأهلي وهو إزاي أنك أنت تاخد مباراة خارج أرضك مش على ملعبك وسط جمهور الفري المنافس وإنت جاي كبطل أفريقي عندك شخصية البطل بالفعل يعني هو الأهلي طول عمره نادي بطولات لكن الجيل ده أغلبه يعني تسعيف المئة من قاومة ما حقاش البطولة دي مع نادي الأهلي قبل كده غير في النسخة الأخيرة فده متغير الجيل ده ما لعبش بطولات عالم قبل كده راح ولعب وقدر يواجه وقدر يكون ند وقدر يكون منافس ورجع ببرونزية ده يأثر إيه بشكل عام في مشوار الأهلي في النسخة الجديدة من دول الأبطال بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أعتقد بالنسبة يمكن جيل الزهبي بتاع النادي الأهلي اللي هو كان في 2005 أو 2006 كان برضو الجيل ده كان يعني لما بدأ أو تم صناعته أو بدأ أنه بداية مشواره كان ببرونزية المونديال 2005 مزبوط في 2006 2006 بعد كده بدأت عملية أن أنت لما بتاخد البرونزية أو بتاخد دوري أبطال أفريقيا أو بتاخد الدوري البطولة بيجيب بطولة والمكسب بيجيب مكسب أنت لما تخدت دوري وخدت كاس وخدت دوري أبطال أفريقيا أنت لما بتنزل الفرقة بتخاف منك أين كانت بقى بتلعب بجماهير مش بجماهير الفرقة كل فرق أفريقيا طبعا ده غير اسم النادي الأهلي وهيبة النادي الأهلي ما بقى لك بقى بالجيل الموجود ده دلوقتي النادي الأهلي أعتقد استعاد شخصيته هبته اللي هي الغول بتاع أفريقيا الغول بتاع الكارة دي النادي الأهلي استعاد الهيبة دي والشخصية دي في الفترة الأخيرة واعتقد ان لا يعني بالعكس ان النادي الاهلي في الفترة دي الشخصية دي يعني الحاجات دي ما بتهزش خالص النادي الاهلي سواء الاجواء الجمهورية الموجودة هناك او بالعكس اللعب الجماهيري ده النادي الاهلي كان بلعب بجماهير برضو في كاسة العامل الاندية الحاجة دي بتدينا ثقة اكتر وتديك دفع اكتر اعتقد ان للعيبة اي جيل بيروح كاسة العامل الاندية بيبقى عنده الرغبة وعنده الطموح انه يروح كاسة العامل الاندية مرة تانية فده أعتقد أن عند الثقة الكاملة إن شاء الله يعني وجميل النادي الليل عندها الثقة في اللعيبة أن زي ما قلت لحضرتك أن أنت بتصنع جيل جيل أبوتريكا وبركات وعماد ميت الجيل الزهبي بتاع وقل الجمعة الجيل الزهبي يعني بدون ذكر أسماء معينة يعني الجيل الزهبي كله أنت دلوقتي برضو بتصنع جيل زهبي تاني فالجيل الزهبي ده بيجي بإيه؟ بيجي أن أنت حققات برونزية حققات دوري وكاس وكذلك عندك سوبر أفريكي وعندك سوبر مصري هتبقى محقق بطولات كتير جدا والبطولة بتجيب بطولة إن شاء الله يعني البطولة بتجيب بطولة فأعتقد أن لما بتاخد البرونزية أنت نازل هم مرعوبين اللي بيعملوا كل ده كل النازلة اللي هي مثلا Total War أو Point of No Return الحرب الشاملة ونقطة اللاعودة اللي نازلة على السوشيال ميديا عندهم ده كل ده ده بيدل على الرعب وبيدل عارفين أن هم هيلعبوا مين عارفين أن هم جايين بيلعبوا يعني اسم النادي الأهلي وهيبته في أفريقيا كلها حاجة وأن أنت أواخد لسه البرونزية بتاعت المونديال دي حاجة تاني طبعا طب قبل ما تكلم في الفنيات وقبل ما تكلم في أرقام وخش في تفاصيل سيمبا عايز أتكلم معاك على الأجواء يعني الناس برضو وأنا مقدر ده تماما أنه الناس ما بتسمع الأهلي وسيمبا يعني معظم الناس عندها انطباع أنت المواجهة سهلة يعني يعني سيمبا مش من الفرق الكبيرة في أفريقيا ما شوفنا لوش يعني صوالات وجوالات ما كانش منافس في أدوار رئيسية ما بنتكلمش على مازينبي أو بنتكلم على الودادة أو بنتكلم على الترجي أو بنتكلم على الفرق أو على سانداوز بنتكلم على فريق بالنسبة للجمهور النادي الأهلي من الفرق المتوسطة أو ممكن يكون يعني أقرب كمان للفرق العادية فيه هل الانتباع ده اللي موجودة عند معظم الجمهير صحيح وسليم في النسخة الحالية من سيمبا ولا الواقع مختلف تماما لا أعتقد أن المباراة مسهلة يعني المباراة لا مسهلة للكذا سبب يعني أول حاجة الأجواء الموجودة سواء الدعم الجمهير أنت بتلعب بوسط 30 ألف متفرج الحاجة الثانية أن تنزانيا أصلا موقعها على الخريطة جنوب خط الاستواء نوب خط الاستواء ده يعني إيه؟ يعني أنت بتلعب في حرارة عالية جدا ورطوبة عالية جدا ودي بتعمل مشكلة كبيرة عشان نقص الأكسوجين للعيبة نشوفنا من سنتين معلصار تخسرنا واحد سفر نتيجة الأجواء والرطوبة والحاجات دي بس المرة دي الفرق راح أبادري بادري شواء موقع فدي دي تديك آه عايز يخلي اللعيبة يعني تتعود على الأجواء حتى يمكن كان معنا شريف زمالنا شريف شعبان على الهوى من شوية هو معادل مطش هناك بتوقيته من الساعة 4 العصر مسر المسلمين حريص إنه هو يدربه من الساعة 2 يدربه من الساعة 2 عشان يبقى درجة الحرارة تكون أشد شوية تكون تعود تعود دي خبرات أفريقية من المدرب طبعا بيتسو مسماني مدرب بالتأكيد خبرة كبيرة جدا ومتمرس في القرى الأفريقية الحاجة التانية برضو إن فريق سيمبا الفريق الوحيد اللي كسب بره ملعبه في الجولة الأولى فدي حاجة تديله نقطة تديله دفعة برضو تانية كسبان فيتا كلوب يعني كسبان فيتا كلوب في ملعبها ملعب الشهداء ده ملعب قوي جدا فانت جاي بدفعة معنواية كبيرة الدعم الجماهيري الموجود وبتلعب في أجوائر النقص أكسوجين ارتفاع درجة حرارة بتلعب ارتفاع عالي فوق سطح البحر الحاجات دي كلها مهمة جدا خلاء غير الدعم الجماهيري غير إن الكرة التانزانية تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة يعني هم وصلوا كاس الأمم من المرة الأولى من 39 سنة كانت في 2019 في مصر كانوا معهم الجزائر ومعهم السنغال ومعهم وكانت تانزانيا وكنيا ها المجموعة كانت صعبة ولكن يعتبروا وصلوا كاس أمم ودي بيأكد برضو تطور الكرة التانزانية في الفترة الأخيرة النسخة الحالية من سنبا مختلف عن سنبا اللي شفناها قبل كده في أفريقيا يعني ده نقول سنبا في توبيه الجديد فرقة دعمت أنا سمع إنه في راجل أعمال هو يعني يمسك النادي في الفترة الأخيرة ودعم النادي بأكتر من شكل فهل نتوقع نشوف على مستوى الكورة على مستوى التيم على مستوى الأفراد أو العناصر اللي بيدموها سنبا حاليا هم أقوى أقوى حاجة بسيطة يعني ما نقدرش نقول إنهم أقوى قوي لكن هم طبعا أقوى حاجة بسيطة ودعموا عندهم اتنين صفكتين أو تلاتة جداد فارقين مع الفرقة محطوطين في التشكيل الأساسي هنتكلم عليهم دلوقتي لا بس هم فرقة أقوى من النسخة بتاعت اللي لعبناها فلسارتي طيب قبل ما أدخل في مشوار سنبا وأرقامه السنة دي ونقاط الضعف أتكلم على ديديجو ميش شوية المدير الفني اللي تولى مسؤولية سنبا على الفترة الأقضاء مع الفريق هل حقق انسجام كافي هل شايف إنه نتائجه وأرقامه فكره بقى وصل لفرقة سنبا بشكل كبير وإزاي بتفكر أو إزاي بتشوف الرجل هيلعب مع النادي الأهلي يلعب جيم مفتوح حتى ولو على أرضه بينجو مهور ولا هيبقى فيه برضو تحفص لأن احنا مثلا قبل ماتش المريخ سمعنا كلام كتير على إنه المريخ هي هجم الأهلي ويلعب جيم مفتوح لكن طول التسعين دي شوفنا سيناريو مختلف تماما يمكن ديديجو ميز المدرب الفرنسي ده كان مسك الإسماعيلي عند مدرب متمرس في القراءة الأفريقية مدرب كويس يعني مسك درب فرق كتير لو استعرضنا حتى السيرة الزاتية وبمناسبة هو كان مسك فرقة المريخ اللي احنا اللي عمنا ما هو ليه المفارقة غريبة جدا إنه هو كان مسك المريخ وصعد بالمريخ لدور المجموعات وقطع بقى نمبا نمبا نيجيري فبعد ما وصل المريخ السوداني لدور المجموعات واقعوا معاه في نفس المجموعة ورح هو مسك سيمبا التنزاني فيمكن لو استعرضنا السيرة الزاتية بتاعته ونلاقي إنه مسك الفرقة من 24 يناير يعني من مسافة قريبة لعب تقريبا حوالي أربع مباراة معهم قدامنا السيرة الزاتية على الشاشة ضرب المريخ السوداني ده ديديجو ميز مدرب المريخ السابق اللي معنا في نفس المجموعة واللي هلعب مع سيمبا بالمناسبة وحاليا بيتولى مسؤولية سيمبا التنزاني مسك المريخ السوداني الإسماعيلي اسمح لي دكتور أحمد خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم على مشوار ديديجو ميز مع فرقة سيمبا تنزانيا ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل على طول مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم وقفنا قبل الفاصل والكلام كان على ديديجو ميز مدرب نادي سيمبا التنزاني اللي اشتغل في الدور المصري واشتغل حقيقة كمان مع فريق المريخ نفسه قبل ما ينتقل لتولي مسؤولية الفنية لفرقة سيمبا دكتور أحمد أهلا بك مرة تانية كلمتنا سريعا على ديديجو ميز وكنا بنستعرض مع بعض أهم الأرقام الحقققها ديديجو ميز في الفترة الأخيرة يمكن هو عنده خبرة أفريقية كويسة جدا يعني ضرب المريخ السوداني ضرب الإسماعيلي ضرب حرية الغيني ضرب شباب كوستنتينا الجزائري ضرب القطني الكاميروني قدامنا على الشاشة فيه مدربين بيجوا استوطنوا القرى الأفريقية فيه مدربين على مدار السنين طويلة جدا يعني مدربين أوروبيين بينجحوا مع الفرقة الأفريقية ومع المنتخبات الأفريقية هو أعتقد ديديجو ميز واحد منهم بس هو برضو دي علامة أنه هو برضو يعني ما بيعودش فترة طويلة في نادي يعني اللعب مع الإسماعيلي مثلا تسع مطشاط كسب اتنين اتعادل أربعة خسر تلاتة برضو يعني عنده خبرات عنده خبرات أفريقية ولكن هو مدرب دفاعي طريقته الدفاعية نوعا ما أو لحد كبير بلعب بأسلوب دفاعي مع أي من الفرق اللي تولى مسؤوليته أنا شايفه اشتغل في الكاميرون مع القطن نشتغل مع شبيبة بسانتينا الجزائري مع البن الإثيوبي مع هوريا الغيني مع الإسماعيلي حاجة مع واحدة من الفرق هو وصل بس يعني نص نهاية كل التاريخ نص نهاية بس الكونفدرالية 2012-2013 لكن هو برضو هيبقى عارف النادي الأهلي كويس جدا لأنه قم بيدرب الإسماعيلي طبعا هو أي مدرب شغال في أفريقيا يعرف مدرب النادي الأهلي كويس بس لما تعرف أو تشتغل في الدور المصري تديك برضو خبر عن أي مدرب تاني لكن طبعا المسلمان يعني يتفوق عليه في السرية الزيتية بكتير يعني رجل كورتو إيه هجومية؟ دفاعي دفاعي دفاعيا أكتر منه هجومي وهو حتى شفناه في مباراة فيتا كلوب كان الإسلوب واضح جدا أنه هو دفاعي يعني بيلعب على الدفاع المنطقة بيحاول يعني يعتمد على التحول الدارية من الدفاع للهجوم ولهجمة المرتدة طيب نشوف مع بعض طريقة لعب سيمبا والتشكيل المتوقع لمواجهة النادي الأهلي مع حضراتكم ده زي ما حضراتكم شايفين على الصورة كلمنا بقى على التشكيل التشكيل طبعا هم بيلعبوا أربعة اتنين تلاتة واحد في حراسة المارمى مانولا رقم 28 ده حارس منتخب تنزانيا دولي من 2015 وعنده 30 مباراة دولية جيد متوسط؟ جيد عنده أربعة كينشيت من خمس مباراة لعبهم في دورة أبطال أفريقيا يعني أربعة شباك نظيفة تمام الاتنين المساكين سيرجي واوا ده من كود فوار اللي هو بيلبس رقم ستة عنده 34 سنة نحط عليه دايرة كده اللي جنبه أونيانجو من كينيا بص حداك على الجنسيات هتلاقي كود فوار هتلاقي كينيا 28 سنة الاتنين المساكين نقدر نقول عليهم أنه هم على مستوى الالتحامات أجايدين ولكن كبار في السن بيعانوا من البطء أي مهاجم سريع يتعبهم كذلك العمق الدفاع عندهم مشاكل كتير جدا تمام نيجي لي الباك اليمين كبومبي وده أكتر لاعب عامل تمريرات فيه فريق سيمبا في المباراة اللي فاتت قدام فيتا كلوب محمد حسيني الباك الشمال وده دولي وده برضو نعمل عليه دايرة لأنه أحد نقاط الضعف المهمة جدا فيه رغم أنه دا بالذات كان لي تصريحات قايلنا النهاردة إن إحنا هنهجم فريق الأهلي وهنكسك فريق الأهلي هو على فكرة المشكلة مش فيه المشكلة إن الجناح اللي معاه ما بيدفعش اه فهو دايماً بيبقى عليه زيادة عددية بيبقى عليه اتنين أو ثلاثة اللي هو لويس اللي هو رقم خداش لما بيبقى دايماً بيبقى لوحده ما بيبقاش فيه ارتداد دفاعي تمام؟ نيجي للاتنين الارتكاز لوانجا رقم أربعة دا من أغاندا وده مهم جداً في عملية تحضير الهجمة اللي مفيش لعبين من تنزانيا واللي أنا شايف كلهم محترفين فيه فيه بس هم كلهم محترفين لوانجا من أغاندا دا دور مهم جداً اللي هو رقم أربعة إن هو بينزل يسقط ما بين الاتنين المساكين عشان يحضر الهجمة لأن الاتنين اللي ورا كوريتهم مش حلوة زي ما قلت لحضرتك فدايماً رقم أربعة هو اللي بينزل يسقط ما بين الاتنين المساكين هو اللي بيبتديه من الهجمة فلازم مهم جداً الضغط على رقم 4 من البداية كده عشان تمنع أنهم أصلاً يحضروا الهجمة وحتلاقي أن الاثنين المساكين يعملوا أخطاء كتير جداً سرعات عندهم إيه دكتور أحمد؟ سرعات ضعيفة ضعيفة بطاقة جداً وبيعانوا من البطء في قط الدفاع مزاميره ياسين من تنزانيا ده بيلعب برضه ارتكاز وده مميز بعملية قطع التمريرات نيجي للرباع الأمامي اللي هم عملوا نوع من التغيير في فريق سنب في الفترة الأخيرة كلاتوس اتشامة الجناح اليمين الخطير وده كان بلعب في الاتحاد السكنداري وكان بلعب في زيسكو يونيتد عنده 29 سنة ومن زامبيا طبعاً كلنا عارفين وكلاتوس اتشامة ده لعب كتير يعني في زيسكو ولعب قدامنا قبل كده في زيسكو لعب سريع بيعتمد عليه في عملية التحول من الدفاع للهجوم كلاتوس اتشامة اللي هو الجناح اليمين رقم 17 لاري بواليا اللي هو رقم 8 اللي هو من زامبيا صنع الألعاب ده يعني بيتحول أكتر بيروح نحية الجابهة اليسرى أكتر وصنع الألعاب بس بيروح دايماً بيوقفي زيادة عددية في الجابهة اليسرى اللي هي فيها الخطير وأهم لعب في الفرق اللي هو ليويس ليويس ميكوسوني رقم 11 ده جايل لهم من سانداونز طبعاً كان بيدربوا مين؟ موسيماني جايل لهم في يناير 2020 لعيب أشول سريع هنتفرج عليه في الفيديوهات أسرع هنتفرج عليه سريع وأشول ومهاري وقوي بدنياً تمام أما المهاجم كريس مجالو مجالو ده رقم 7 قوي جداً بدنياً يعني يكفي أنك تعرف رقم كده مميز لمجالو وهو قريب كده طبعاً مع الفارق قريب جسمانياً من إيفونة يمكن لمجالو آه إيفونة طبعاً في شبه من مجالو يعني شبهه هو كسب 9 التحامات هوائية من 16 التحام اللاعب اللي أنت شايفه مصدر خطورة قبل ما أدخل على الفيديوهات لويس يعني أنا شايف طبعاً أهم اتنين في الفرقة 7 و 11 7 و 11 و 17 جناح الشمال وال اللي هم التلاتة اللي قدام بس يعني تحديداً لويس دوت مفاجأة يعني اللي هو لعيب جاي عنده من سانداونز وهم موزنبيكي على فكرة من الموزنبيكي اللي هو رقم 11 حتى لما نتفرج عليه في الفيديوهات هو ما خدش يعني ما لعبش يعني ما كانش كويس أو في المباراة الأولى لكن هو لما تتفرج عليه في مباراة الدوري هتعرف إن هو لعيب مهم جداً ملعب ملعب مكافا قبل ما أشوف الفيديوهات بتاعت سينبا ونحاول نقرب كده من الفرقة وخطوطها الثلاثة ملعب مكافا اللي هتلاعب عليه المباراة ملعب كرة حلوة ملعب كرة كويس جديد من 2007 تم تاسيوه 2007 وبيتسلع عليه متفرج هايجي منهم تلاتين وبتلاعب عليه مطشاط منتخب ملعب كويس جداً بس هو عيب إن انت بتلعب في الشمس والرطوبة والأجواد هي دي بس اللي بتفرج طيب لكن الملعب أرضيته حلوة جداً طيب خطوط الفريق الثلاثة يعني من واضح من كلامك تبعاً لما كلمت على العيبة واضح إنه خط الهجوم هو أقوى خط فيه الفرق أضعف خط من وجهة نظر الدفاع طبعاً اتنين المساكين بطوقة جداً بيعانوا من البطء الحاجة التانية محمد حسيني الباكليفت ما بيبقاش معاه مساندة دفاعية فبتبقى صغرة الجبهة يعني من الآخر الجبهة اليومنا اللي هنلعب في الجبهة اليمين سواء كهرباء سواحي سين الشحات يقدر إنه يستغل المساحات الموجودة وراء محمد حسيني لكن أهم العيف الفرق اللي هو لويس ميكوسوني اللي هو رقم 11 اللي بيلعب على محمد هاني وفي نفس الوقت لاريب واليا اللي هو صنعي الألعاب بيروح يرحل معاه يعني بيبقى فيه اتنين غير الباكليفت فبيبقوا ثلاثة على واحد آه يعني هنا السلية أو حمدي أو بيانج مع هاني لازم يكون فيه مساندة دفاعية ومع الجناح اليمين بتاعها ومع الجناح اليمين لازم يرجع لأن الحتة دي تحديدة وشان تقفل الجبهة دي دي أهم نقطة في الفرقة دي نبص بقى على الفيديوهات الفيديوهات هتبين لنا أكتر الفيديوهات دي هتو رضح لنا إمكانيات اللعيبة وطريقة اللعبة بص على داك دي أولا سيمبل اللابس أحمر نرجع بس بس السلسة مير ثواني طبعا عندهم لعيب اسمه كاجري بص بص الفيديو نرجع ثانية واحدة بس السلسة مير بس دي أولا لو نرجع الفيديو ده من أوله هلاقي أهو ده الهاجمة كانت عليهم بص هم مميزين بحتية للتحامات أقوية لكن بطاقة بص بقى التحول السريع من الدفاع للهجوم عندهم ميزة التحولات ليه لأن الأطراف عندهم كويسة الجناحين اللي معاك كرة ده ده الهو رليوانجة رقم أربعة حيبازي لمين بص اللي هناك اللي هو اللويس ده اللي انت عليه العين بقى اللويس اللي هو الجناحة الشمال ده اللي الع habían عليه اللي حيتحرك ده لويس اللي هو حيتحرك هيلعبه يعني هو اللي معاك كرة دلوقتي ده لويس اللي هو الخطير رقم 11 بص هيعدي وهيفوت ده مستلم بوكس تو بوكس ده مستلم من الصندوق هناك آه بص هو ده مهم جدا ده أخطر لعب عنده ده اللي جاي من سانداونز ده اللي جاي من سانداونز الموزنبيكي رقم 11 لعبها ليه ميدي كاجري اللي هو المهاجم الرواندي اللي هو بيلبس رقم 14 ده المهاجم البديل وده خبرة كبيرة جدا كان سجل فينا في المبارات سينبا اللي كده يعني ده مهاجم اللي هو مهاجم البديل بتاعهم ولكن مجاله هو اللي بيبدأ المهاجم البديل اللي قدامنا على الشاشة اللي هو كاجري الرواندي ده برضو مهاجم كويس الماتش اللي احنا شفنا ده على مكابا ده الملعب اللي هيلعبونا عليه ده كانت يمكن الماتش ده خلص اتنين اتنين ده أول حالة معنا بيتبين خطورة اللاعب اللي هو اللي احنا اكلمنا عليه اللي هو لويس رقم 11 الجامل موزنبيك شفت عملية مقش محلي ولا اه اتنين اتنين خلص اتنين اتنين ده كان ومعنسبة هم عاملين ايه في الدوري في الدوري هم اقوى خط هجوم اقوى خط دفاع ولكن هم في المركز التاني ولسه ليهم ثلاث مبارات موجلة لو كسبوهم يتصدروا الدول فإذا هي فرقة على المستوى الدوري هم أصلا حامل اللقب آخر 4 سنين في تنزانيا في فرقة كويسة نكمل برضو الحالة التانية اللي هو الخطير اللي هيلعب ناحية محمد هاني بص ادي الحالة التانية دي برضو الكورة مع سيمبا نكمل اهو نكمل تمام اهو بص حالك بقى هو بيجري على طول اهو لويس اهو هتتلعب له الكورة هو شوال اللي هو بيقطع دايما فين في المساحة ما بين المساك والباك وهيحصل على ضرب الجزاء هو دايما بيحصل عملية ده ما بين سيمبا وما بين عزام يونايتد الماتش ده كانت في شهر اثنين في اول شهر اثنين معدد دي جو ميز اه معدد دي جو ميز خلص اثنين اثنين بس لويس دوت بيبدل بيحصل عملية تبادل ادوار ما بين الجناح الشمال وما بين لاري بواليا اللي هو صنع الالعاب نبص حالك رقم 11 اللي هو على الارض هناك ده اخطى اللعب فيهم دايما بيخش بيتحول كصنع علعاب ودايما بيلعب جناح ايصر لكن هو على الورق جناح ايصر تمام بيتحول كصنع علعاب لما جاي من صنداونز موزنبيكي بص حصل على راكل الجزاء دي الحالة التانية اللي بيتباين برضو اهمية اللعب ده في المباراة نبص برضو على الحالة التالتة اللي معنا هنبص بقى ميزة التزديدات اللي بيتمتع بيها دي كانت اثنين واحد والدية 78 ووادي محمد حسين اللي هو الباكليفت بيرفع بالعرض بتتقطع بص بقى لويس جاي منين وبيشوت اللي هو الجناح الشمال بيسدد عنده ميزة التزديدات طبعا الحارس المرمى مش ضعيف حارس مرمى في راكل عزام يونيتد ولكن بنتكلم على وانا سوفت اللوز ده بصراحة بيلعب في كل حتف الملعب لعب هو على الورق جناح ايصر بس هو صنع علعاب وهو نحن يودي دي جو ميز بتديحه الريت حركة بتديحه الريت حركة رقم 11 اللي هو جاي اكيد مسلماني طبعا عارفه هكلمه الوقت على راكل ميزة المسلماني والتشكيل المتوقع والتشكيل الامسل لمواجهة سنبا على ملعبه ازاي توقف مواطن الخطورة وازاي تشتغل على نحاة الضعف وبذلك انه حتة اللياقة والسرعة بتصبه في مصلحة النادي الاهلي طبعا في المواجهة وكمان في محمد حسيني ده لو جبنا برضو بقية الفيديوهات محمد حسيني لحدك الكلمة عنه انه عنده تصريحات هو لعب مميز ولكن هو على المستوى الدفاع بصوا الكرة مع سنبا اتقطعت دايما ما فيش مساندة دفاعية ناحية ايه الشمال ما فيش جناح بيرجع معاه بصوا كل ده لسه ما فيش الجناح اللي هو الشمال مرجعش اه بصوا لوحده الباك الشمال لوحده فقطع بصوا حتى الباك اليمين جمعة وما فيش حد سندهم يعني الجناح مرجعش اللي هو لويس فطبعا جاجون لانه دي الجابها اليسرى اللي نقدر نستغلها لويس رغم انه هو على المستوى الهجومي نشاف انه ناحية الشمال بتاعتهم ممتازة على المستوى الهجومي ولكن على المستوى الدفاعي ضعيفة جدا ليه؟ لان لويس ما بيرجعش وبياخد عملية مركبة بيخش كصانع علعاب بيخش جناح يمين يحاول يبدل شوية مع كلاتوس اتشامة بص ادي هدف تاني ده الهدف ده من عيد ده اللي احنا شوفنا بص ما فيش حد بيرجع خالص مع محمد حسيني الجناح ما فكرش انا شايف عندهم الجناحين ما بيرجعوش بصلا الارتداد الدفاعي ضعيف جدا يمكن كلاتوس اتشامة الجناح اليمين بيرجع كوي يعني احسن منه يعني هجمة دي كانت في بدايتها 3 على 3 بص هيخش وهايشوت تمام الحالة برضو اللي بعدها شوف برضو الصغرة الدفاعية الموجودة ناحية محمد حسيني برضو ما فيش حد راجع مع الكرة جات بالعرض واتلعبت وفي حالات معانا برضو من ماتش في تصور هنلاقي برضو نفس الفكرة بالعرض من الجابها دي والمهاجم بيقطع طبعا هم عندهم مشكلة في التماركس فيه الكرات العرضية وإنه بين الدفاع كمان عندهم مشاكل فيه التماركس اللي على الارض هم على العالي العالي قوي فيه لانه هم خبرات طوال في السن اللي التحامات عندهم كويسة لكن هم كرتهم مش حلوة خط الدفاع فتقدر ان انت تستغل المساحات الموجودة في ظهر الباك الشمال زي ما احنا شايفين مفيش حد بيضغط والمساحة الموجودة في ظهر الزهير الايسر وتلعبت بالعرض وهم عندهم مشكلة فيه التماركس فيه الكرات العرضية قدت الى الهدف التاني من فريع عزان الماتش ده خلص اتنين اتنين زي ما قلت لحضرتك ودي برضو يعني حجم هم جدا من نقاط الضعب الماتش سيمبا وفيتا كلوب شايفه طبعا احنا بالنسبة لنا في النهاية سيمبا متصدر مع الاهلي عنده تلات نقط كسبان برا ارضه شايف انه النتيجة بتعبر عن قوة الفرقتين يعني يقدر اقول ان فيه تفاوض في الامكانيات وفي المهارات بين سيمبا وبين فيتا كلوب لو بصنا في الاحصائيات الماتش هتلاقي ان سيمبا ما كانش مستحوث سيمبا بيسيب لك الكورة بيدافع هو في وسط ملعبه بيلعب على عملية الدفاع في وسط الملعب بضغط لما انت اتقرب لي في وسط ملعبي وبيحاول انه يعمل على الهجم المرتدة من خلال لويس او كلاتوس ويتشامة ده فكر سيمبا يعني لو استعرضنا حتى الاركام بتاعت المباراة هنلاقي ان سيمبا استحوازه 42% بس مقابل 58% مع الاخذ في الاعتبار الماتش كان على ملعب اه الماتش على ملعب طبعا وبرضه قدام النادي الاهلي اعتقد انه هيبقى نفس الفكر ده لان انت منفعش تلعب قدام النادي الاهلي جير كيلا جيم مفتوح جيم مفتوح فيعني سيمبا 407 تمريرة مقابل فيتا كلوب 518 فيتا كلوب عمل 13 محاولة مقابل 9 لسيمبا التنزاني كذلك برضو في عملية هم عندهم تحضير الهجمة عند سيمبا اللعب المباشر الاثنين المساكين يعني اللعب المباشر يعني بعمل تمرير طول على طول عاملين كم تمريرة طولية 77 تمريرة طولية مقابل 62 لفيتا كلوب فده بيأكد لك يبقى احنا اتكلمنا على بناء الهجمة بناء الهجمة عندهم ازاي من خلال اللعب المباشر الاثنين المساكين مهم ان انت تضغط عليهم وتمنعهم من بناء الهجمة وكذلك اللعب رقم 4 اللي بينزل يسقط عشان ما بين الاثنين المساكين عشان يبني الهجمة وده الحقيقة واحدة من اكتر حاجات البصمات اللي عملها مستر المسلماني مع الفرقة فكرة الضغط على الخصب وقدت لنتاج كويسة جدا مع الوداد المغربي تفرق كتير جدا ان انت تضغط عليهم على الاثنين المساكين وعلى لعب الارتكاز ده بتفرق كتير جدا في عملية الضغط لانهم بتمنعهم من تحضير الهجمة تمام اتكلمنا على عملية التحول السرية لو شفنا بقى الصور هنبص ازاي هم بيتحولوا بشكل من الحالة الدفعية ادي اول حالة معنا ده قده داف موتش فيتا من السيمبا اللي لابس ابيض ده عملية التمركز في وسط الملع كلهم راجعين تحت القورة دي هجمة الفيتا كلوب اه ده شكل تمركز لعبة سيمبا 4-4-2 في الحالة الدفعية طبعا لوس طبعا حتى لوس في الحالة الدفعية مش بيرجع كتير لكن اللي بيرجع هناك اللي هو اللي في الجابة هناك لاتوس اتشام الصورة اللي بعدها برضو نفس الشكل ادي الحالة الدفعية سيمبا في الحالة الدفعية متمركزين هم هيوبوا كده قدامنا هيحاولوا ان انا بتمركز في وسط ملعبي والعب على الهجمة المرتد الصورة اللي بعدها برضو نفس الشكل الحالة الدفعية انا متمركز في وسط ملعبي وبحاول ان انا ايه اعتمد على طريقة 4-4-2 في الحالة الدفعية 4-2-3-1 بتتحول 4-4-2 في الحالة الدفعية الصورة اللي بعدها هم بص حدك هم بيحاولوا هنا يقطعوا كورة هيقطعوا كورة ده التحول السريع عند مين عند كلاتوس اتشام اقطعوا كورة بص الصورة اللي بعدها في الديئة كام 43 والثانية 23 يعني الثانية 23 هتلاقيها في الصورة اللي بعدها كلاتوس اتشامة ده وصل في 3 ثواني لوسط ملعب الخاص فده خطورة عند كلاتوس اتشامة ان هو لعيب سريع بيتحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية لا بالتأكيد اي فرع بتهجمهم وحطهم في نص ملعبهم ما هيبقى في شوارع في ظهرها طبعا الصورة دي بقى بتبين ايه اللي انا بيقول له حداك عليه ان هو اللعيب اللي هو بوليا اللي هو صنع الالعاب رايح مع لوس الجناح زي ما قلت الحق فيه زيادة عددية دايما في الجابهة دي الاتنين جنبوا بعضا هو والباك الشمال لسه هيروح لهم اللي هو محمد حسيني عشان كده محمد هاني لازم يتم المصندة الدفاعية معاه في الجابهة دي طب ما تقول لي كده التشكيل الامثل من وجهة نظرك الاهل يلعب بيه ماتش سنبا يعني تفكر مستر مسلماني في ظل القايمة المتاح انت عندك غيابات طبعا بسبب إصابات ان شاء الله بإذن الماتش اللي جاي يعني بداية من ماتش التلاعي يمكن الاهل يستعيد أيمن هيستعيد معلول نهاردة دكتور احمد أبو عبلا وآيمن مسافر سيبتدي ان شاء الله بإذن الله تمرين يوم الخميس اللي جاي علي معلول قصدي طاهر اعتقد كمان في مجموعة لعيبة والشحات ان شاء الله في يعني في كذا اسم هيرجعوا نادي الاهلي لكن في ظل المتاح نفس طريقة لعبنا نلعب برضو على الاستحواز سيطار احنا النادي الاهلي بننزل نسيطر دينه طمامة جدا الاربعة اتنين ثلاثة واحد المعتاد اعتقد من موسيماني محمد الشناو في حراسة المرمى محمد هاني باك يمين أيمن أشرف باك شمال ليه أيمن أشرف باك ليفت عشان نغطي على المساحة اللي هي بتاعة كلاتوس اتشانا محمود وحيد قدم مباراة عظيمة في المباراة الأخيرة بس الخبرات أيمن أشرف في الحتة الدفعية اعتقد انها بعد برضو اداءه العالمي في كاسة عامل الهندية ممكن يرجحه أكتر تمام الاثنين المساكين لا خلاف طبعا على بدر بنون العمود الفقري دلوقتي للنادي الاهلي واللي ادك صلابة دفعية كبيرة جدا وياسر إبراهيم اللي بيقدم اداء الجندي المجهول وقت ما بتحتاجه بتلاقيه نيجي للاثنين الارتكاس اعتقد ان حالة أليو ديانج في المباراة الأخيرة تأهله ان هو يلعب برضو انت محتاج لاعب في الأجواء دي الأجواء الأفريقية العيب يقدر يلتحم وقاليو ديانج يقدر ان هو برضو حمد فاتحي لعيب مماس جدا وقد الكاسة العالمي للعامل هي الحتة دي النادي الاهلي بقى عنده أربعة تحتار فيها حمد فاتحي أكرم توفيق عمر السلية أليو ديانج تحتاره ولسه ولسه هيرجع محمود متولي طبعا ولسه ان شاء الله هيرجع معهم محمود متولي بشوف ان أليو ديانج وعمر السلية محمد مجدي أفشة برضو قدم مبارك ويسه جدا هو عمر السلية في المباركة الأخيرة عودة أجايه قدت فارق مهم جدا في تطبيق لعب موسيماني كان نجم أجايه المعطش الأخرين ليه بقى أجايه بفارق جدا في عودته مع موسيماني موسيماني بيعتمد على ايه في عملية تحضير الهجمة ان الجناحين بيخشوا للعمق في الان بتوين لاين يعني ما بين الخطوط بس تلم ما بين الخطوط الجناح بيخشوا للعمق فأجايه أحسن واحد بيعمل الحتة دي هو وكهربا أجايه بالذات لأنه لعيب أسكى لعيب من أسكى اللعيب الموجودين نهو بيخش الجو بيسحب مع الظهير فده عشان كده تشوف أجايه كان بيتحول جو أكتر كصنع علعاب أو بيتحول كمهاجم لأن ده طريقة لعب موسيماني لما بيرجع بيعرف إزاي يمتص الكرة بيعرف يستلم إزاي تحت ضخط فأجايه عودته بتديك تقل هجومي حقيق أجايه في الحتة دي بتديك تقل هجومي كبير جدا برضو كهربا أعتقد أن كهربا الفينش بتاعه كويس قوي وفي ظل برضو الغيابات الموجودة كهربا بيفرج كتير جدا ويبقى حل مهم جدا عودة وولتر بواليا للتهديف كانت حاجة مهمة جدا في مبارات المريخ السوداني وكان لعيب أنا كنت بيشوف يعني بداية الغاية القطرة زي ما بيقول يعني فهو شخصيا يعني طبعا بالنسبة للجمهور الأهلي ان هم يشوفوا بواليا بيجيب جول في مطش المريخ ده شيء احنا كنا مستنين لكن أنا بيتهالي الجندة بالنسبة لبواليا في ممتعل أهمية استعادة السكة استعادة السكة وياخد السكة اللعبة في نادي الأهلي حاجة تانية بتفرق بس انت بواليا بيعرف ازاي يطلع اللعابة اللي قدام احنا شفناه في مباراة في كاس العامل لان ده المباراة التانية ازاي او المباراة الاولى ازاي كان بيطلع الفرقة قدام الدحيل القطرة كان بيطلع الفرقة او ياخد فاول ازاي بيعرف يستلم حتى في المباراة اللي فاتت لما استلم في الكرة الهدف الاول شوف الراس الحربة دكتور أحمد بالذات في النادي الأهلي ليه مهام كتير جدا وده شيء مفهوم طبعا بس المهمة الاولى عند التسجيل الاهداف طبعا ما فيش نقاط يعني ممكن يكون برع في كل المهام التانية لكن لو ما مسجلش عشانه هو ما اعتقدش انه هيستحمل الضغط الجماهية طبعا انا بتهيلي انه فيه جزء كبير جدا من الضغوط اتشلت من على بواليا اتمنى انها تنعكس على مستوى في مشواره مع الاهلي فيه افريقيا طبعا امكانياته كويسة اما حدش يختلف امكانياته فرق مع الجونة يعني حتى الجونة دماغه كويس جدا بيلعب كرته حلوة هداف مهاجم زي ما بنقول كده بلغة الكرة رزق او قوي في الالتحامات طيب طيب تصنيف الثلاث فرق اللي بتواجه الاهلي في دولة الابطال من رجل تنظرك يعني احنا لعبنا المديخ حسب المباراة الاولى ولا حسب لا انا بكلم عن ناحية الفنية يعني انت لو بسط لارقامهم لتاريخهم لمشاركاتهم في دولة الابطال لارقامهم في المسابقات المحلية مين في المرتبة الاولى مين في المرتبة الثانية مين في المرتبة الثالثة من وجه النظر هقول لك بالنسبة كتاريخ وككده طبعا فيتا كلوب فيتا كلوب رقم واحد رقم اثنين المريخ السوداني رقم ثلاثة سيمبا لكن كأداء في الجولة الاولى كأداء في الجولة الاولى سيمبا اقوى من الفريتين التانين سيمبا اقوى من المريخ كأداء الجولة الاولى كتكتكيا عارفوا إزاي يكسبوا فيتا فيتا حتى قعد طول الماتش آه سيمبا بيدافع ولكن عارف إزاي يسرق فيتا إزاي إن أنا اللي راحوا بكورتين الكرة الأولانية اللي إحنا جبناها بتاع الكرة الشامة والكرة الثانية اللي أخدوا منها درب الجزاء كانت برضو عملية تحول سريع من الدفاع للهجوم وحصلوا على ركل الجزاء ونجح إنه يدافع ويكسب فدي برضو لكن فيتا ممكن ييجي برضو فرقة زي فيتا تخاف منها ممكن ترجع الفوز بتاع سيمبا على فيتا في الجولة الأولى من وجهة نظرك ممكن يغير حسابات المجموعة ممكن يزود طموح عند سيمبا يخلي فيتا كلوب أكتر عونفة أكتر عضوانية عشان يعوض خسارته يعني كتير من الناس بتشوف إنه مجموعة الأهلي نسبيا ممكن تكون أسهل من بقية المجموعات يعني في مجموعات تانية فيها فرق كتير مرشحة إنها توصل نهائي لكن أنا عايف إنه في أفريقيا النهاردة فيش مطشط سهلة وما فيش فرق سهلة كله بيلعب عشان يوصل وكله بيقدم كل أقصى ما عنده لكن أقصد أقول إنه الحسابات اللي ممكن تبقى سهلة ممكن تبقى معقدة بسبب النتاج اللي حصلت في الجولة الأولى طبعا بس بالنسبة للنادي الأهلي النادي الأهلي لو كسب إن شاء الله العملية أنت بتسهل الأمور على نفسك طبعا أنت بالنسبة لك صدرت المجموعة رقم واحد صدرت المجموعة بعد يهلك فيتا هنا فدي بتفرق كتير لو كسبت سنب أو حتى لقدر ألا تعادلت يعني بتاخد أربعة وتكسب بتفرق أنت لو كسبت أول ثلاث مطشط تسعى بلس لك نقطة وصعدت رسمي فدي الحسم المبكر والصدرة المبكرة دي حتى برضو بتدي نوع رسالة للمنافسين إن أنا النادي الأهلي إن أنا جاي أخذ البطولة أو إن أنا جاي خلاص السنة دي جاي أرجع أخذ البطولة تاني على فكرة برضو النادي الأهلي عنده رقم مماس جدا أول مرة يحصل في تاريخ النادي الأهلي الأفريقي إحنا منذ تولي موسيماني كسبنا الوداد في رايح جاي هدي كده مطشين والزمالك هدي كده المطش التالت بعد كده لعبنا سنودي ببطل النيجر كسبناهم مطشين هدي كده خمس مطشار والمطش بتاع المريخ هدي كده ست مطشار ستة فوز على التوالي في دور الأبطال برة ملعبنا وخارج ملعبنا الأول مرة تحصل في تاريخ الأهلي الأفريقي ستة فوز متتالي هي أرقام مماز جدا أرقام موسماني عموما في مشواره مع الأهلي أعتقد يعني ما ليجي برضو الأرقام أصلها لها أهمية ودلالة يعني تقييمك الشخصي لمستوى أداء اللعيبة لمستوى أداء النادي الأهلي دي قصة وإنك إنت تقرأ الأرقام اللي بيحققها النادي الأهلي مع موسماني دي قصة تانية خالص هنا احنا بنتكلم على حسابات بنتكلم على وراء وقلم مستر موسماني مخسرش ولا مباراة ما أعتقد لعب مع الأهلي 25 مباراة مخسرش غير ماتش الباير ماتش الباير نفسه طبيعي أني أنت هتخسر من الباير طبيعي صحيح يعني مش مطلوب من أنه أكسب باير ميريك ولو كسبه يبقى كتر خيره ولكن لو كسر ده شيء لا هو طبيعي أني أنت هتخسر ما فيش فيه يعني كل الفرقة دلوقتي بتخسر من الباير ما عنده خسران من يومين على فكرة من إنتراكت بس فرقة قوية جدا طبعا لعب أولا الأرقام قدامنا هنستعرضها لعب 25 مباراة النادي الأهلي مع مسماني كسب 20 نسبة الفوز لمسماني مع النادي الأهلي 80% 80% بسم الله ما شاء الله خسرنا مباراة واحدة اتعدلنا أربعة لعب النادي الأهلي جابت 52 هدف بمعدل كام هدفين في المباراة الوحدة استقبلت شباكه أهداف 14 شباك نظيفة 15 ماتش من 25 مباراة أرقام مميزة جدا برضو في بعض الأرقام التانية الممتازة مثلا زي ما قلت لحدك أول مرة في تاريخ النادي الأهلي 6 انتصارات متتالية من 6 مباراة في دوري أبطال أفريقيا برضو الرقم التاني أن الأهلي على أرضه في أفريقيا حتى الآن 30 مباراة بلا هزيمة لو حسبنا المباراة النهائية البعض الناس مش بتحسبها اللي هي اللي كانت ما بين الأهلي والزمالك عشان هي تعتبر أرضه محايدة لكن هي على الأهلي على أرضه في أفريقيا 30 مباراة متتالية بلا هزيمة الرقم القياسي باسم النادي الاهلي كان 55 مباراة وحاليا الرقم القياسي بصفة عامة مازمبي لسه وصل للرقم ده 74 مباراة برضو النادي الاهلي منذ ده الانتصار التسعتاشر للنادي الاهلي على التوالي على أرضه في أفريقيا انتصار التسعتاشر آخر هزيمة لنا كانت من أسك كانت 28 ستة 2016 ده برضو رقم كويس جدا 19 انتصار على التوالي فيه رقم تاني برضو احنا اخر خسارة لنا في دورة أبطال أفريقيا كانت من النجم السحيلي كانت اللي هي ايام الخطأ التحكيمي في دورة السنة اللي فاتت كانت في شهر 11 كانت الحقيقة مباراة لها اخطأ تحكمية طبعا يعني طرد آمن أشرف في بداية المباراة ورغم كده على فكرة اني بشوف المطش ده احلى مطش لاعب والنادي الاهلي مع ريني فيلر واحلى مطش انت على فكرة من ساعة ما تم طرد آمن أشرف وبسيسناها لأ دخلوا فيها الجول انت كنت الحقيقة مسك المطش بالطول والعرض النادي الاهلي منذ هذه المباراة لم يخسر حتى الآن لداخل والخارج ملعبه في 13 مباراة متتالية نتمنى الرقم ده يستمر عشان نكسر الرقم بتاع 17 مباراة متتالية اللي كان موسم 2004 من 2004 إلى 2006 عشان كده ورغم ان البطولة دي والنسخة دي على وجه التحديد صعبة وانه طموح فرق كتيرة جدا محترمة بتتمتع بشعبية وبتتمتع بجمهرية وعندها تاريخ وعندها شخصية البطولة عندها طموح انها تحقق اللقب لكن بشوف انه فرص الاهلي المصري في نسخة الحالية كبيرة جدا الجيل ده يختلف بشكل كبير جدا عن الجيل نفسه اللي حقق البطولة الأخيرة الولاد اللي لعبوا دوري أبطال أفريقيا وحققوا اللقب على حساب الزمالك وقدروا يوصلوا كاس عالم ويقدموا عروض مبهرة أشهد بها العالم كله شخصيتهم اختلفت تقولهم في الملعب اختلف معنوياتهم بقت في السماء وأعتقد أهدافهم كمان الحقيقة بقت كبيرة جدا نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مشواره إن شاء الله وفمطش سينبا ونتمنى ان احنا نستمتع باللقاء دايما بقى الأهلي بيوحشنا ما نستحملش انه نغيب أسبوع بحاله من مطش المريخ إن شاء الله بإذن الله ونتوفيق حالفنا بشكرك شكرا جزيلا كدكتور أحمد سابت شرفتنا ونورتنا وقامتعتنا بأرقامك وتحليلاتك المميزة جدا الله يكرم حضراتكم بالتوفيق بإذن الله للنادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله بإذن الله نتابع مع حضراتكم بكرة وبشكر حضراتكم على المتابعة وتحياتي لكل جماهير السادسة وجماهير النادي الأهلي شكرا جزيلا